موسيقى صباح الخير بيبي أخبرنا إيه؟ بعد إذن حضرتك يا نهار مش فايت فيه يا دكتور لله الأمر من قبل ومن بعد فيه إيه؟ الساعة الجديدة بأوز التاني ودي براند وغالية دي جيس حضرتك جيس؟ ما هي لازم تقف يا دكتور ما هي يا دكتور اسمها جيس؟ جيس؟ ومانا من تلمت كده وبت جيس؟ ما سميتش بيبي ليه لغاية دلوقتي؟ مش عارفين نكتب إيه فورقة المستشفى؟ لا وأنا ونوها بس محطرين في الاسم عمالين نشوفها نختار أيه ومش حنختار أيه كده انتم محطرين لسه؟ اه في المرحلة بتاعت الاختراع الح... ممكن اسميه معاكم؟ يا ريتي يا دكتور حضرتك عندك طرحات؟ لا طرحات إيه؟ تجتي ليه في منطقتي؟ لا تعرف أنا بولد كم واحدة في اليوم؟ موضوع الاسم ادلعبتي يا جماعة بص يا دكتور إحنا كنا بنحاول نفكر في اسمي لا 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 بص أقول لك على حاجة الاسم ده لازم يكون على أساس علمي لأن ده لا يعيش معه لعمره كله ده مش لعبة ويستحسن لو يكون في علاقة ما بينه وبين اسم الأمر اسم حضرتك ايه؟ انا اسمي محمد لا اسمك الحقيقي ما تقوله اسمك يا محمد؟ ايوه انا قلت له اسمه ممتي ما ايوه حالك انا اسم الحقيقي محمد لا ممكن السلاسي طب لو سمحتك اه محمد ده اشرف احمد محمد اشرف احمد؟ احمد اشرف احمد لا حضرتك ده اسمي ثلاثة اخوات مع بعض مش اسمي قوي طب اعمل ايه طيب دلوقتي؟ قبل كده مكنتش تقدر تعمل حاجة لكن دلوقتي معاك الفرصة اقفش فيها اقفش فيها وفرصة ايه اللي علي بتكلم فيها سمي ابنك اسم عيلة كبيرة يعني مثلا لو سميت البيبي ده النشوقاتي خلاص هتبقى العيلة دي في المستقبل عيلة النشوقاتي مش عيلة اشرف النشوقاتي؟ لا طبعا ماينفعش يا دكتور انت فهمتنا غلط النشوقاتي ده مثال انا قلت لك اقفش في الفرصة ما تقفش في النشوقاتي ايوة يعني طيب زي ايه مش فاهم يعني ممكن تديني مثال عندك التفكشي البحطيتي الشناوي اسامي مش فاهم اسامي الالقاب والعائلات دي حاجة انت لا يمكن تفهمها انت رجل بلا لقب لقب العيلة عند المادام ايه يا فندم؟ اه انا دالجاموني ايه؟ دالجاموني يا نهار مش فا... دالجاموك ازاي؟ انا قلت للتمريد يدوك حقنة مسكن لا 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 يا دكتور تمريد؟ يا دكتور يا دكتور دالجاموني ده اسم بابي اسم بابي؟ حضرتك واخد من عائلة دالجاموني وبتتريع عن نشوقاتي يا دكتور انا عايز افهمك بس انت مش فاهمنا صح؟ انا هريحك خالص انا هقسم لك الاسامي دي لفئات عندك الفئة الاولى مثلا فئة اسامي الجنسيات محلي اقليمي دولي محلي زي ايه؟ محلي زي الدومياطي الفيومي الاسكندراني الاسكندراني الاسواني الى اخره اما بقى الدولي في السويدي الفرنساوي المصري او الخواجه اللي هو بيشمل معظمهم الخواجه انا اتكرى على الله انا فايفه لزيز يا دكتور انا بس عايز افهمك شانت مش فاهمنا صح؟ الموضوع كله؟ والله فاهمك انت بتدور على اسم جديد غير تقليدي وعلموضة وفي نفس الوقت يبقى رنان وطعم وحلو يبقى انت كده عاوز الفئة تانية فئة اسامي المهم حضرتك بتشتغل ايه؟ انا فنان تشكيلي اه لا ان شاء الله ابنك يتبر ويعوضك ويشتغل شو لانا يعني حقيقية شوية طيب المدام بتشتغل ايه؟ انا فقى جزة وضع لا قبل الوضع ولا انت على وضع كده من زمان؟ لا كنت شغالة اتش ار اتش ار اتش ار؟ لا انا قصدي تكون مهن بجد تنفع اسامي العيلة يعني مثلا الحداد، النجار، الجزار، الحجار، الاتش ار والله ماشية يا دكتور يا دكتور ايه حداد ايه ونجار ايه وليلح جد؟ لا مش هقول كده يا حبور انا بقى جايلكم لاخر صيحة واكدة حاجة في الاسامي يا جماعة الاسماء الديجيتال الديجيتال عندك العشري وعندك الالفي ديجيتال يعني يا دكتور العشري والالفي دولت يعني مسمعنهمش قبل كده؟ انتم ممكن تحطوا موضة جديدة في عالم الاسامي لو سميتوا ابنكم اسم ديجيتال اللي هو المئوي تصدق انا انا حبيته قوي مبروك يا امي مئوي يا اختي مئوي كميلة اتي كميلة نسبة مئوية اتي مئوي بيضة احب بيقول ايه ده شش النهار ده ايه؟ الجمعة يبقى انت فهمت قصدي بنسميه جمعة او او خميس لو حسبنا بداية التطلق خلاص لقناها خميس انا بحب شغلانت دي اوي يا دكتور انا عايز اقول لك على حاجة انا اللي عايز اقول لك على حاجة لو لقينا في البابي علامة مميزة يبقى تعشت لو بقه كبير يبقى ابو شفة لو اطرافه كبيرة يبقى ابو كف لو راسه كبيرة يبقى ابو الروس لو بيضحك كتير يبقى ابو السعود لو اشقر يبقى ابو شقرة لو اصمر يبقى ابو صامرة بقيته اشتر مني يا مجرمين يلا بينا يا دكتور ادينا فرصة بحثتي ايه وتونس ايه وعشر ايه ودالجاموني ايه؟ لا 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 دالجاموني ده من عندكم انا ما قلتوش وانا مش موافق عليه خالص عايزين تسموه دالجاموني زي جده انتو احرار البسوا يا دكتور المولود بنت بنت؟ بنت عموما كل يجيبوا ربنا كويس وانا كده اتطمنت ان الساعة اشتغلت تاني عن اذنكم طيب مفيش طيب اي اسماء بنات مقترحات من عند حضرتك كده؟ لا يا بهوات اسمي البنات دي مش اختصاصي هتسموها ايه يعني؟ غالبا هتسموها سالوناز اللي هي الهضبة الشامخة فوق الربيع المشرق المغرد حاجات من النوع ده انا اختصاصي اسم العائلات الاسم الزكورية المحترمة يا دكتور سناء يا دكتور سناء ايه ايه؟ كل حاجة دكتور سناء دكتور سناء مفيش غير دكتور سناء في المستشفى يا دكتور الحالة اللي في غرفة 111 فاقت وعايزين حضرتك هناجم خلاص اتفضلي يا عطي انا جاي وراكي حتة عيل اه اه اصلي عيلة مش عارفين تسموها مياصة مido الشي خصوص